اهلا بكم مشاهدين من جديد مع تحسن الجو تكثر طلعات البر أو تعد طلعات البر خيارا للكثيرين ولكن قد تحدث في كثير من أحيان بعض الحوادث غير المتوقعة من لدغات الحشرات والعقارب وغيرها وصولا إلى إصابات الكسور فكيف يمكن التعامل مع هذه الحالات كإسعاف أولي تفاديا لتفاقم المشكلة والمزيد ينضم إلينا في الستوديو الدكتور أكرم أبدئن اختصاصي طب الطوارئ أهلا وسهلا فيك معنا مجددا ناخذ معنا كل ملذ وطاب نحمل معنا ملابس بديلة ولكن دائما ما ننسى حقيبة الإسعافات الأولية أحب أستفسر منك خمس أشياء ضرورية ما نطلع من البيت إلا وهي معنا موجودة خاصة في مثل هذه الطلعات صحيح صباح الخير صباح الخير أهم شيء بالحقيبة أهم شيء تكون الحقيبة موجودة نحطها في بالنا يكون بالحقيبة رقم واحد يريد أن يكون فيها عندي الضماضات ضماضات معقمة يعني شاش أربطة الشيء الثاني الذي أحب أن يكون موجود بالحقيبة هو الماء معقم أو ماء نظيف يعني خصوصي فيه ماء متوفر بالصدليات خاص بموضوع غسيل الجروح والحروق لو ما توفر ممكن ماء العادي كريم حروق مقص كتير مهم وممكن يكون فيه معانا كمان جبيرة يعني الجبائر اللي هي اللي بتجي مرنة اللي ممكن نحن نقدر نطوعها حسب شكل الطرف بالإضافة للأربطة الضاغذة جميل طيب مثل ما ذكرنا دكتور في المقدمة فيه طبعا تكثر لضغاة الحشرات وحتى العقارب والثعابين وكل هذه الأشياء اللي موجودة في الصحرة كيف نقدر نتعامل معها خلينا نبدأ بداية مع لضغاة الحشرات لضغاة الحشرات أول شيء الوقاية يعني ممكن خاصة اللي بيكونوا بيعملوا تخيم وبينام ويكون فيه عندهم الشبك اللي بيحجز دخول الحشرات لجوها يكون الطعام والشي اللي بيجذب الحشرات خارج الخيمة لو كانوا مجالسين جوها الخيمة وبعض الكريمات اللي بتمنع للضغاة هلأ بيضل فيه بيضل فيه لضغاة خاصة ما يكون فيه أطفال خاصة ما يكون فيه حدا حابب بيستكشف بالسحرة أكتر شيء يعني للضغاة الحشرات هي عادة على أجهب بسيط وممكن غسيل بماء وصابون ويعني تنظيف المكان ووضع كمادة باردة وممكن كريم بيلطف يعني بيخفف الحكة والإحمرار هل فيه علامات ممكن تظهر يعني يستدعي الذهاب للطبيب مباشرة؟ صحيح أي لضغاة سواء من عند الحشرات الصغيرة لعند حتى العقارب أو العضات الشيء اللي بنخاف فيه مول الشيء الموضع أكتر ما هو الشيء جهازي أنه يصير فيه عنا حالة تحسس عام يعني أو فرض تحسس هون لما يصير فيه ديء نفس أو لما يصير خاصة عند مرضى الربو يصير فيه تشنج قصبي يصير فيه سعال بهاي الحالة لازم نتوجه على المستشفى لأنه بتكون الحالة أكتر ما أنها تكون هي لضغة موضعية بالنسبة للضغات العقارب اللي هي الشغلات الخطرة هي العقارب وعضات الأفاعي أهم شيء ما يتحول المصاب لمصابين فيه ناس بيحاولوا أنه بيفكروا أنه لازم يقتلوا الأفعى أو العقرب ويجيبوا معهم حتى نشوفوا الطبيب حقيقة ممكن يساعدنا هذا الشيء بأنه نعرف شو المصل المضاد أو شو نوعه هل هو سام لأنه الأفاعي نوعين يعني نوعية السمية هي سمية قلبية وعائية ولا هي سمية عصبية بس ما كتير ضروري يعني أنه نخاطر لأنه حتى في حالات مسجلة لناس اللدغوا من أفعات مقتولة طيب بس إيش التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة مباشرة في ناس تحاول تمص السم تفتح جرح تشق كل الدراسات قالت أنه الشق والجرح والمص المكان الموضعي هذا ما له فائدة بالعكس بيعمل ضرر بيكون مضر الشيء الصحيح يسل الطرف تثبيت الطرف عدم تحريك وقدر الإمكان في دراسات بتقول لازم نرفع الطرف في دراسات لازم ننزل الطرف نحن نقول أنه ما في شيء ثابت ولكن بس وضع الطرف بوضعية ثابتة ونقل هذا المصاب يكون عنده عضة أفعى أو لدغة عقرب إلى المستشفى هذا الأكيد لازم ينقل على المستشفى الربط أو الترنوكيت أو العصابة اللي بيربطوها ما لها كمان فائدة كتير لو اضطرنا أنه لو حدا بده يربط أهم شيء ما يشده كتير يعني هذا ثابت أنه ما تكون مجدود كتير لأنه بتعمل بعدين تنخر بالطرف المصاب جميل ننتقل إلى الكسور خاصة إذا كان في دبابات لعب كيف نتعامل معه كيف نعرف إن هذا كسر ولا بس كده ردة بسيطة أكثر شيء عم نشوفه هو بالحقيقة أنه لازم نعلق عليه هو الدبابات أو الدراجات الصحراوية بيكونوا كتير جداد على الأول مرة بيركب هذه الدراجة وما بيعرفوا شو خطورتها إصاباتها كتير شديدة أحيانا بتكون للناس اللي ما عندهم خبرة ثلاث شغلات أول شيء يكون في عندك حدا يعني يدربك يعني خاصة أول مرة ثاني شيء تكون تعرف المكان جغرافية المكان وثالث شيء عدم السرعة بالبداية يعني ولبس الإجراءات البقائية أنت جهزت كلما الأشياء مستحيلة مع حماس الشباب صحيح الحقيقة إصاباتها كلها أغلبها بتكون بمنطقة الصدر والعمود الفقري فمشان هيك منحب كمان منأكد على إجراءات البقائية لبس الخودة والحزام يعني لما يكون طيب صار لا صمح الله صار صار اللي صار إيش نسوي يعني هل نحرك المريض يجلس أو لا؟ تمام الكسور لما نجي على المريض للإسعاف إذا لقينا في أي تشوه بوضعية الطرف يعني شكله أنه مكسور أو فيه تورم شديد أهم شيء إنه ما نحرك قدر الإمكان نحن خلي زمين يدخل على الستوديو عشان نعرف نشرح هلأ هلأ لما يكون فيه كسر أهم شيء عدم التحريك لو اضطرنا في عنا يعني نستخدم الجبائر اللي مثل هيك أو حتى ممكن قطعت كرتون ممكن قطعت خشاق ممكن حتى نجبر الطرف بالطرف نفسه هاي إذا كان بالساقين إذا كان الإصابة بمنطقة اليد ممكن نستخدم بشكل بسيط منشفة ونستخدم الوشاح أو منديل خلينا نقترح أشياء ممكن تكون موجودة مثلا زي ما قلت عربة الماء ممكن منديل أو الغترة أو شيء نستخدمها مع منشفة عادية ممكن نثبت الطرف فيها ممتاز مثل هلأ هلأ نشوف يعني لا سمح الله إذا هشام عنده إصابة لا سمح الله ركتة باب لا سمح الله وإيده الثانية دكتور حليف فأتيجي أنت وإشام بس شانت بان الكاميرا كويس هيك تمام أهم شيء الباندنج منسميه أو لف الطرف لفنا الطرف منشفة مشان إذا كان في عضم طالع لبره أو شيء ما نكسره تمام بعدين مندخل المنديل من خلف الرأب هيك تمام ومنعمل هيك ومنربطها هذه حل لمدة كم ساعة هاي لبين ما نلقلو على المستشفى بس بها الطريقة من ضمن تتحمل ساعتين ثلاثة ممكن نضمن أنه هيك الطرف لا ممكن تشيل إيده إذا كان الطرف وضعية يعني كويس زي ما هي صح وإذا كان لا حتى لو كان الطرف هي الفكرة التثبيت مشان ما يضل ماسكة بإيده فهيك نحنا ثبتناها ومنشفة وظيفتها الباندنج أو التغليف بحيث أنه ما يصير فيه ضغط مباشرة على العظم وإذا كان في أي ألم يقدر يأخذ مسكنات ممكن إذا كان المسافة بعيدة نعطيه مسكنات المسكنات 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 مثل الباندول أو الدواء البراسي تماما طيب نستعرض معكم بعض الأسئلة بس نقص له شكرا يهشام سألاء الحمدل على سلامتك يهشام سلامات خلاص هو يفكر دكتور ما عندك مشكلة ما هي علامات الجلطة الدماغية ووسائل البقاية منها سؤالهم ثلاث علامات كثير مهمين أول علامة هي اضطراب تلاثهم الكلام المفاجئ العلامة الثانية نقص القوة العضلية يعني بيجانب من الجسم سواء اليد أو الرجل الشغلة الثالثة تغير شكل الوجه انحراف زاوية الفم يعني تغيروا بالوجه عضلات الوجه تغيروا بعضلات الإيد أو الرجل وتلاثم بالكلام أي واحدة منهم تستدعي الذهاب مباشرة للمستشفى خلال لأنه هون بيقولوا هي اسمها time is brain يعني الوقت هو الدماغ هذا الفلاج طيب هذا مو جلطة حاله ممكن يكون هو شيء اسمه شلل بل بس ما بيدروا يفرؤوا الناس العاديين لازم طبيب يفرؤوا نشوف السؤال الثاني أحلم لماذا تقري حاضر ما هي الإسعافات الأولية التي تقدمها لمريض نقص الكالسيوم الحاد قبل وصوله إلى المستشفى حتى لا تصل حالته إلى التشنج على العصاب الآن غالبا هو بيقصد التشنج برافقة الشخص يكون فيه عنده توتر لما الإنسان يتوتر بيصير فيه عنده تنفس سريع فبيصير فيه عنده طرح للثاني أكسيد الكربون هذا ينزل الكالسيوم بهذه الحالة أحسن طريقة أنه نخلي الشخص يتنفس بكيس ورقي أو كيس نفس الذي يحرك في الطيارة يأخذ نفسه ويرجع يتنفس نفسه لمدة أربع أو خمس دقائق هذا يرجع الثاني أكسيد الكربون ويرجع الكالسيوم لحده الطبيعي لا يتعالج في المستشفى لأنه يحتاج وريد وإعطاء بالوريد يوجد كمان سؤال ما علاج الصدمات الكهربائية أول شيء الوقاية الكهرباء هي نوعين الصدمات الكهربائية أول تأثير هو التأثير الحرارة تبع الكهرباء على منطقة الجرح على منطقة الدخول الكهرباء فهي الحرق أول شيء فصل التيار الكهربائي إبعاد المصاب عن التار الكهربائي وحماية نفسنا ثاني شيء تبريد يعني غسي مثل أي حرق نتعامل معه أول مرحلة منبرد الطرف نحطه تحت الحنفية تحت ماء جاري لحتى يبرد ممكن نعطي مسكن هذا ينعمل بالبيت ولكن كل الصدمات الكهربائية منفضل أنه يراجعوا المستشفى لأنه في عنا الإصابة الكهربائية دخول التار الكهربائي وتأثيره على القلب هي بقى تتعالج في المستشفى الشخص المسعف صحيح في البداية يجب أن يضع قطعة من الخشب يتأكد أنه ناقل الكهربائي وما سيصل له لن يحدث ماس إذا كان الشخص لا يتأكد أن الكهرباء لسه موجودة أو خطورة يجب أن يقرب لأنه سيصير مصابين سيفقد فرصة الأفضل هو فصل التيار الكهربائي من المصدر فصل التيار الكهربائي الرئيسي من البيت جميل جميل أنا أشكرك على وجودك معنا في السيديو الدكتور أكرم أبو ذقن إختصاصة الطواريش شكرا لك شكرا لك